بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبل مدرسة المجتمع الابتدائية الإعدادية الثانوية الخاصة للبنات أرحب بكم طالباتي عزيزاتي الصف التاسع في درس جديد من مادة العلوم رؤية المدرسة إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واعي متحضر محافظا على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة رسالة المدرسة تهيئت بيئة تربوية وتعليمية للوصول للرياضة والإبداع عبر التعلم والقيم استخدام التكنولوجيا الحديثة وبشكل مناسب وفعال تنمية الطالبات علميا وجدانيا تربويا ودينيا تعزيزا للهوية القطرية لتجسيد معاني الولاء والوحدة والتكاتف الوطني مما يعزز عمليته التعليم والتعلم قيمتنا الشهرية الإبتكار والأسبوعية التطوع قال تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له رؤية الوزارة التي تندرج تحتها رؤية المدرسة هي الرياضة في توفير فرص تعلم دائما ومبتكرة وذات جودة عالية للمجتمع القطري إجراءات الأمن والسلام عزيزتي لنتوخى الحذر دائما نلبس الكمامة لا نتصافح ونتباعد اجتماعيا ولا نتقارب من بعضنا البعض نغصي الأيدين ونعقمها من وقت لآخر لازلنا في الوحدة الثامنة عزيزاتي التكاثر تهيئتنا دائما تكون مراجعة وأسئلة للدرس السابق من خلال الشكل الذي أمامك مع عدد الكروموسومات في الخلية الأصلية كما هو مبين لديك عدد الكروموسومات في الخلية الأصلية هو 2 من الكروموسومات والخلية عدد الكروموسومات هالناتجة لكل خلية 2 كروموسوم هذه الخلايا الناتجة في كل خلية يوجد 2 من الكروموسومات هل الخلية الناتجة مطابقة للخلية الأصلية؟ نعم كما نراها مطابقة للخلية الأصلية مع نوع الإنقسام في الرسم التخطيطي لإنقسام المتساوي الغير مباشر الإنقسام المتساوي الغير مباشر تهيئتنا لدرس اليوم من خلال هذا الدرس نفسه الإنقسام الخلوي أهمية الإنقسام المتساوي الغير مباشر أهدافنا لدرس اليوم تذكري أهمية الإنقسام المتساوي تميز الإنقسام المتساوي في خلية نباط البصل وتعدد أنواع التكاثر اللاجنسي في بعض الكائنات الحية من خلال الصورة أدنى استنتجي أهمية الإنقسام المتساوي ما هي أهميته كما تريني في الصور؟ نعم ممتاز نمو الكائنات الحية التئام الجروح لنشاهد هذه الفلاشة فلاشة عزيزاتي سوف نرى إذن الصورة توضح لنا من خلال الحركة كما نراها الآن عزيزاتي هذه الخلايا نعم حدث بناء وإزدياد لهذه الخلايا كما نرى مما يؤدي إلى التئام الجروح وبناء الخلايا التالفة هذه هي من أهمية الإنقسام المتساوي أو غير المباشر إذن أهمية الإنقسام المتساوي نمو الكائنات عديدة الخلايا تعويض الخلايا التالفة بسبب الجروح والحروق تكاثر النباتات لا جنسيا تكاثر خضر تكاثر بعض المخلوقات الدقيقة مثل البكتيريا والبراميسيوم بالإنشطار الثنائي إذن لدينا أربعة من أهمية الإنقسام المتساوي غير المباشر أولا نمو الكائنات عديدة الخلايا ثانيا تعويض الخلايا التالفة بسبب الجروح والحروق ثالثا تكاثر النباتات لا جنسيا تكاثرا خضري رابعا تكاثر بعض المخلوقات الدقيقة مثل البكتيريا والبراميسيوم بالإنشطار الثنائي تفكير ناقت ماذا تتوقع أن يحدث في حال عدم قيام الخلايا الجسمية بل إنقسام المتساوي أوقع النتيجة نعم لا تلتئم الجروح ولا تنمو الكائنات الحية الأشياء التي تنفذها الانقسام المتساوي المباشر إذن عدم هذا الانقسام فسوف تنعدم نفس الأهمية اللي هي لن تلتئم الجروح ولن تنمو الخلايا بالنسبة للكائنات الحية ما أهمية الانقسام المتساوي كما ذكرنا نمو الجسم زيادة عدد الخلايا تعويض الخلايا التالفة تكاثر النباتات لا جنسيا ما يسمى بالتكاثر الخضري تكاثر بعض المخلوقات الدقيقة مثل البكتيريا والبراميسيوم بالإنشطار الثنائي هدفنا الأول خلصنا الهدف الأول عزيزاتي ننتقل الآن إلى تمييز الانقسام المتساوي في خلايا نباط البصل كما نرى في هذا الفيديو خلايا البصل تحت المجهر نعم لنرى الآن الحركة الانيمياشن بالنسبة للشريحة داخل إذن اشتركوا في القناة ننتقل إلى الشكل المرسوم في الكتاب صفحة 48 في نشاطنا عن الانقسام المتساوي في خلايا البصل الهدف من النشاط يفتح الكتاب يتعرف الانقسام المتساوي في خلايا نباط البصل الأمن والسلامة احذر عند استخدام الأدوات الحادة والمجهر الأدوات والمواد المستخدمة شرائح جاهزة لقمم جزور البصل النامية ومجهر ضوء مركب خطواتنا لهذا النشاط تفحص باستخدام المجهر الضوء المركب الشرائح الجاهزة للقمم النامية في جزور نباط البصل أرسم ما شاهدت باستخدام المجهر وقارنه بالشكل الآتي أعطيت هذا الشكل وستقومين برؤية الجزور أو الشرائح الجاهزة للقمم النامية في جزر البصل وستقارنها بهذا الرسم نعم أي أنه نوع من أنواع الانقسام نسمى بالانقسام المتساوي أو الانقسام غير المباشر تحليلنا لماذا يتم اختيار القمم النامية لجزور نباط البصل عادة لتحضير الشرائح بهدف دراسة الانقسام المتساوي لماذا نختار القمم النامية لجزور البصل؟ من المؤكد أن هناك سبب معين ما هو؟ ممتاز عزيزاتي لأن خلايا القمم النامية لها القدرة على الانقسام بشكل مستمر من أجل نمو الجزور مما يسهل دراسة خطوات الانقسام المتساوي أنصحك عزيزتي بفتح الكتاب من صفحة 48 إلى صفحة 50 وتدوين كل الإجابات الموجودة في أسئلة النشاط وتحليلاته حتى يتم تركيز على الدرس بأكمله إذن انتهى هدفنا الثاني ميزنا بين خلايا البصل تحت المجهر من خلال النشاط لنكمل المخطط بالاستعانة بالكتاب صفحة 49 هيا افتح الكتاب صفحة 49 التكاثر اللاجنسي لبعض النباتات يسمى بالتكاثر الخضري هذه أنواع النباتات جزء من النباتات التي تتكاثر لاجنسيا عن طريق التكاثر الخضري مثل الساقة الجارية والأبصال والدرانات نرى أمثل عليها الساقة الجارية مثل الفراولة والفسائل مثل النخيل والموز العقل مثل العنب والتين والأبصال مثل النرجس والبصل والدرانات مثل البطاطس هذه أمثل على تكاثر النباتات لا جنسيا أو التكاثر الخضري أرجو تدوينها على الدفتر الساقة الجارية الفراولة الفسائل النخيل والموز العقل عن طريق هذه نباتات العنب والتين تتكاثر عن طريق العقل هو تكاثر خضري الأبصال مثل النرجس والبصل الدرانات مثل الدرانات البطاطس أمثلة على تكاثر النباتات لا جنسيا تكاثر خضري كما ذكرنا الفسائل الموجودة في النخيل يكون هناك نبات صغير من نفس النوع يتم فصله من هذه الشجرة الكبيرة ويسمى به الفسيلة الساق الجارية في الفراولة والدرنات موجودة في البطاطس والأبصال موجودة في البصل إذن هذه أمثلة على تكاثر النباتات لا جنسيا أو ما يسمى بالتكاثر الخضري توقع أي الكائنات تتكاثر بالتبرعم وأيها بالانشطار افتح الكتاب صفحة 50 ويقرأ الفقرات ولنجيب على هذه الأسئلة لدينا هذه الكائنات ولدينا نوعين من التكاثر تكاثر بالتبرعم والتكاثر بالانشطار لنختار أيهم بالتبرعم وأيهم بالانشطار نعم لدينا البكتيريا البكتيريا كما تظهر في المجهر هذا هو شكلها تتكاثر عن طريق الانشطار الثنائي والانشطار الثنائي يعني أن كل خلية تنقسم إلى خليتين متماثلتين تحتوي كل منها على نسخة مطابقة من الدي ان اي بالنسبة للخلية الأصلية لنرى من الثاني كذلك الثاني اللي هو البكتيريا هو شكل تخطيطي أيضا للبكتيريا اللي هي تتكاثر بالانشطار الثنائي أما الخميرة فالخميرة كما تظهر في المجهر بهذا الشكل فهي تتكاثر عن طريق التبرعم والهايدرات تتكاثر أيضا عن طريق التبرعم والبراميسيوم يتكاثر عن طريق الانشطار الثنائي التكاثر اللاجنسي في بعض الكائنات الحية ذكرنا أن التكاثر اللاجنسي في بعض الكائنات الحية انشطار ثنائي وتبرعم كما موضوع في الكتاب صفحة 50 في الفقرات والصور الموضحة على الكتاب الرجافة على الكتاب الانشطار الثنائي يوجد في البكتيريا والبراميسيوم والتبرعم يوجد في الخميرة والهايدرا ممتاز الانشطار أين يوجد؟ في البكتيريا والبراميسيوم التبرعم نعم الخميرة والهايدرا تتكاثر عن طريق التبرعم الانشطار الثنائي في البكتيريا هذا الانشطار يتيم عن طريق انقسام الخلية إلى خليتين متساويتين هذه الخلية الأولى تبدأ تنفصل فيها الأشياء المكونة لها من الداخل تنفصل كل الأشياء إلى قسمين متساويين تبدأ الخلية بالتخنصر من الوسط ثم تنقسم إلى خليتين جديدتين تحمل كل منهما نسخة مطابقة للخلية الأصلية من الدي ان اي أما الانشطار الثنائي في البراميسيوم أيضا البراميسيوم هو كائن حقيقي النوى يتكاثر عن طريق الانشطار الثنائي نعم التبرعم في الهايدرا ذكرنا أن التبرعم يحدث في الهايدرا والتبرعم وهو ظهور برعم أو نتوء صغير بجانب النبتة كما نرى نعم هذه الهايدرا كما نراها تصهر تحت المجهر بهذا الشكل يصهر لديها برعم هذا البرعم يتحول إلى خلية جديدة يشبه الأوم نعم يسمى هذا بالتبرعم التبرعم في الخميرة كذلك يحدث التبرعم في الخميرة يحدث لها نتوء يتخنصر هذا النتوء وينفصل إلى خلية جديدة أيضا التبرعم يحدث في الخميرة كما ذكرنا والهايدرا الكتاب صفحة 55 ما العملية التي تغاثر بها البكتيريا لا جنسيا البكتيريا لا جنسيا هل هي التبرعم أما التجدد أما الانشطار الثنائي أما الانقسام الاختزالي نعم كما أسلفنا ذكره أنه عن طريق الانشطار الثنائي لنعدد أنواع التكاثر اللاجنسي في بعض الكائنات الحية نعدده فقط استراتيجية قاتلة الناموس الهايدرا والخميرة بماذا تتكاثر بالتبرعم البكتيريا والبراميسيوم تتكاثر بالانشطار الثنائي إذن لدينا تكاثر جنسي انشطاء والتبرعم ولدينا تكاثر خضري وانشطار ثنائي هذه أنواع من أنواع التكاثرات في الكائنات الحية الواجب المنزلي عزيزتي إكمال الأسئلة الموجودة في الكتاب نعم ومراجعة الدرس وتدوينه على الدفتر وحل الأسئلة التي ذكرت في هذا الفيديو على الكتاب شكرا لكم طالبات الصف التاسع